أهلا وسهلا بكم اليوم على صفحة حيدر للكترونيكس وأخيرا أعلن شاركة أبل عن الإيفون 11 و اليوم سنستعرض الإيفون 11 بالأرقام دعونا نبدأ أول شيء بالتكنولوجيا بالنسبة للتكنولوجيا يأتي لنا 4G الإعلان عنه في سبتمبر سيكون موجود بالأسوأ بداية من سبتمبر بالنسبة للبلد يأتي من أدام من وراء إقزاز وغلاس ويأتي على الجوانب من الألمينيوم بالنسبة للسيم يأتي لنا سينجل سيم ودول سيم يعني شريحة وشريحتين أكيد يأتي مضاد للماء والغبار متر لمدة ثلاثين ديئة أكيد بالنسبة للدس بلاي سيأتي IPS LCD سيأتي 6.1 بالنسبة للتكنولوجيا يأتي 828 ضرب 1792 بدقة 324 بيكسل بر إنش طبعا أتذكر بشغلة أنه يأتي لنا 120 هيردز توتش سنزينج وهنا نقلب بالتليفون بين الأبليكيشن مثلا نقلب بالشاشة سرعة التقليب سرعة رائعة جدا سريعة جدا وهذا الشيء ممتاز بهذا التليفون وبالانتقال للبلاتفون يأتي iOS 13 المعالج يأتي Apple A13 بتقنية 7 نانومتر بلس تتذكر بشغلة أنه تقريبا أقوى معالج بالعالم حاليا موجود بالأبل آيفون 11 هو الأبل A13 بتقنية 7 نانومتر بلس بالانتقال للممري لا يأتي لنا ممري خارجية ممري داخلية يأتي 64 ججا 256 ججا 4 ججا 512 ججا 4 ججا بالنسبة للكاميرا لدينا دول كاميرا كاميرتان بباقي الآيفون 11 برو والبرو ماكس يأتي لنا 3 وهذا يأتي لنا 2 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8 وعند وعندنا 12 ميجا بيكسل كاميرا بالنسبة للفيديو يأتي لنا 4K بدأت 24 30 60 فريم وفل HD بدأت 30 60 120 240 فريم وعندنا HDR بالانتقال للسلفي يأتي لنا 12 ميجا بيكسل فيديو وفل HD بدأت 60 فريم هذا شيء ممتاز بالنسبة للسلفي أكيد موجود لنا موجود فتحة سماعات طبعا بالنسبة للبلوتوث 5.0 GPS NFC راديو ليس موجود USB Type-C أيضا أريد أن أذكر بشكل هذا لأول مرة يحدث لنا iPhone USB Type-C حسنا ليس ب الوصلات التي كنا نعرفها بالانتقال البطارية تأتي 3100 و10 مم أكيد يأتي لنا USB 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 يأتي لنا بعددة ألوان وبالضبط يأتي لنا بستة ألوان هذا كان شرحنا للآيفون 11 أتمنى أن تكونوا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب أي أحد من أصدقائكم يحب أن يتطلع على هذا التليفون يمكنكم أن يشاركوا معه هذا الفيديو لأن يتطلع على التفاصيل الموجودة إذا كان حابب يشتري الآيفون 11 شكرا لكم كثيرا للمتابعة وإلى اللقاء